أهلا بك على شاشة الأهلي في البداية وخليني أبتدي معاك الحوار على بعض الأخبار لتناولتها الصحف البريطانية عن أنه إدارة ليفربول بتقرر أنها توقع عقوبة سرية على النجم المصري محمد صلاح بسبب عدم التزام طبعا بقواعد التباعد الاجتماعي خلال حضوره لحفل زفاف شقيقه بالقاهرة نعم أن مدير الفريق لم يزيع أي خبر عن ما قد يكون العقوبات التي تم توقيعها على محمد صلاح ولكن ربما يكون هناك نوعا من العقاب خلف الستائر وهو بالتالي ليس من السهل علينا أن نعرفه كما أنه قد يكون أيضا مجرد نويز ونحن لا نعلم ما هي الحقيقة حتى الآن ولكن ليس هناك شيئا واضح يمكننا أن نقول أنه حدث في النادي طيب يمكن آخر الأخبار اللي وصلت لنا أنه محمد صلاح دخل لحجر الصحي وعايزين نعرف منك هل بالفعل اللعب خضع لمسحة جديدة النهاردة لتحديد طبعا موقفه من التعافي من فيروس كورونا زي ما ذكرت وسائل علامة البريطانية ولا لا نعم منذ بداية هذا الموسم وحين عدت ومنذ أن عدت إلى المباريات في فترة الحظر التجول كانت هناك العديد من النواد التي تقيم المسحات وتحاول أن تستكشف حالة لعبيها ومن المعتادة الآن أن يدخل اللاعبين على مدار الأسبوع سواء مرة أو مرتين أن يقوموا باختبار الكورونا وهو أمر بالتالي ساري على مدار الكل يوم يعني بعتقد أنه إصابة صلاح أو دخول صلاح في قائمة المصابين بيزود من مشاكل ليفر بول الأهم أن نعرف إزاي يتعامل يورجين كلوب مع أزمة الغيابات الكبيرة قبل طبعا مواجهته النهاردة مع ليفر بول وليستر سيتي نحن نكلم على فندايك نكلم على مصلاح نكلم على هندسون نكلم على روبرتسون وإزاي تشوف فرص ليفر بول في المباراة اليوم نعم منذ أن أصيب كانت هناك بالتالي مشكلات تواجه الفرق خاصة على مستوى الهجوم وهو لأنه كان دائما ما يعتمد عليه الفريق في الهجوم وهو بالتالي أن هذه الحالة رجوعه كانت تكون فرصة أكبر للفريق ولكن الرجوع الآن ربما يكون بالاعتماد على لاعبين آخرين محمد صلاح سوف يتم استبلاله ربما من أشكيري بأشكيري أو بآخرين وأعتقد نعم أن عدد الإصابات الكبيرة اليوم ربما هو بمثابة كارثة لأن هناك لعبين كبار جدينيو هندرسون جورجينيو وأخرين وبالتالي أعتقد أن جونسون وماني قد يكون على الجانبين الوينجان ومن هناك قد تكون البداية لليفربول أعتقد أن ويمكن كنت الأسبوع اللي فات ذكرت في البرنامج أن في أسبوع واحد كان في 16 حالة إيجابية في قوائم لاعب الدوري الإنجليزي الأسبوع ده بنتكلم على غياب أكتر من 100 لعب عن مختلف الأندال الإنجليزية في الجولة دي تحديدا بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو بسبب انضمام بعض اللاعبين لمتخب بلادهم في فترة طبعا الفيفا دي